مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كل أنا طلعت عليكم فجأة معلش بدون ترتيب يمكن لإني أنا لما برتب لحلقة وبعلن عنها بيتقفل الحساب بتاعي فأنا قصدت إن أنا أدخل بدون أعلن عن الحلقة عشان الحساب ما يتقفلش كمان في ناس استغربت إن فيه مسلسل الأغنية بتاعت التتر بتاعته عملها فضل شاكر فضل شاكر ده مين ده مجرم من آيزس من داعش كان بيقتل وبيدبح في الناس لكن عادي عدى وجي مصر وتمامه موجود لدرجة إنه غنى وعمل لحن ده يدل للك على إن إيه اللي فيه فيه في مصر الدنيا ماشي إزاي في مصر أنت بتفرج عن إرهابيين وبتطبطب على أفراد من داعش وبتديهم فرصة في الوقت اللي بيتكلم كلمة حق ويقولك ترانوا صنافير مصرية بتسجنوا اللي يقولك فيه اضطهاد الأقباط تسجنوا اللي يتظهر عشان كنسته عايزها تتبني وتقفلت تسجنوا لكن تفرج على الإرهابيين ده يدل على إيه؟ ما أنت لازم تفكر ما أنت لازم تفكر ما يقولك أحد أحد المتهمين بقتل السادات اللي مفرج عنهم وبيظهر في الإعلام أحيانا هو نفسه اللي بيمول أفراد داعش في سينة يقول لأي الإسلامية في سينة طب الدولة سايبها ليه؟ مش واخد بالها؟ لا والله واخد بالها لا والله واخد بالها أو الدولة واخد بالها كويس جدا طب سايبها ليه؟ الدولة في دماغها حاجات معينة وخطة معينة طيب لما تيجي يقول لك وزير تعليم يقول لك هنشيل اللغة الإنجليزية هنعرب كل حاجة دي سقطة رهيبة سقطة رهيبة وبعدين يقول لك اللي عايز بقى على حسابه مستوى البلد يمحط إذا محط مستوى التعليم طب أنتوا عايزين تودوا البلد فين؟ أنتوا عايزين تودوا البلد فين؟ أنتوا عايزين توقعوا البلد؟ أنتوا بتهدوا في البلد؟ أنتوا مش عايزين تقوموا مصر؟ أنتوا عايزين تقوموا مصر؟ تطلعوها فوق تعليم جيت تده موازنة بيقول لك الموازنة بتاعت التعليم نقصوها مش عارف من كام لكام مش عايز يصرف عالتعليم ما تهموش هو يصرف عالسلاح ما يصرفش عالأراضي والصرف الصحة يصرف عالسلاح هو يمنع الرز الرز يتمنع عشان بيأخد مية بس عادي نعمل نعمل مزارع جولفه ونعمل ملاعب جولفه ونعمل حمامات في حتة تانية لكن الناس ما تكلش رز ليه عشان نستورد الرز نستورد الرز تزيد الديون وننزل تحت نحن ونسينا المقول من لا يملك عيشه لا يملك رأيه أمح ما بنزرعش براحتنا وبنستورد كمان رز ما نزرعش المطلوب البلد تسقط لاني زمان لما كانوا قبل قبل ما يقسموا الاتحاد السوفيتي ويسقط الاتحاد السوفيتي من ولايات كتيرة فبعتوا عميل مسكوه مسكوه منصب مهم جدا في روسيا امريكا بعتته حاجة عميل مسكته منصب مهمة او في روسيا قال لهم ايه المطلوب المطلوب افجر لكو حاجة احطم لكو حاجة قالوا لا 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 خالص انت مش تعبر كده انت وظيفتك بس تعين الشخص الغير المناسب في المكان الغير مناسب شخص غير مناسب تحطه في مكان غير مناسب عشان كده بقى ايه كله يسقط تجيب واحد ما يفهمش في التعليم تحطه في التعليم تحط واحد ما ينفعش غير في الكفتة يعالج الاتس زي عبعات كوفتك تجيب ناس خيبة تمسكها حاجات خيبة تجيب رموز ناكسة قديمة تمسكها المركز المالي وتمسكها المالية البلد تسقط وكانت اجزم ان لكل المسكين البلد عايزينها تسقط كانت اجزم مش دعوة مني للتساكل لا كل حاجة هتظهر على فكرة كل حاجة هتظهر كل حاجة هتعرفوها بس ما يدحكش علينا اكتر من لازم لكن قضيتنا دلوقتي قضايا عامة لما هنناقش في اي مكان هنرجع لقضايانا العامة لغاية المادة التانية من الدستور علمانية الدولة علمانية الدولة دستور يعتمد على مواصيق حقوق الإنسان ويوازي بين كل أفراد الشعب دي حاجة بناء الكنائس حري يبقى زي بناء الجوانع ما يخضعش للأمور اللي بتحصل حرية العبادة وحرية التبشير حرية العبادة وحرية التبشير الحق القبطي وحق كل الأقليات في كل الوظيف لغاية رئاسة الجمهورية مش نايد كمان لا لغاية رئاسة الجمهورية حقه في وطنه حقه في وطنه حقه في وطنه إلغاء القوانين الاستثنائية لازدراء الهديان اللي ماشي في اتجاه واحد والحاجات اللي زي كده عودة جلسات النصح والإرشاد معاقبة كل المسؤولين عن أحداث الخطف البنات في مصر ودي جريمة جريمة إبادة يعني تعتبر جريمة إبادة وكبت ومسح عرق يعني لا تسقط بالتقادل وتعتبر جريمة من جرائم الحرب دي مش هنتنازل عنها أبدا إن احنا نتداولها جريمة قتل الأقباط في وحداتهم إن كل القبط يتقتل في وحدتهم ده برضو مش هنعديها كده خالص الحاجات دي كلها قضيان الأساسية اللي مش هتنازل عنها اللي حيفتكر إنه حيعمل اللي شفت بالحركات النص كومة دي بشوية التربات تتول اللي انت بتعملوهم دي لأت خلاص انتهى الموضوع شوفوكوا قصة تانية لإن في ناس قيلة وفي ناس دماغ عالي أو بتفكر وبتقدر تفهم انتوا عايزين إيه واللي انتوا عايزين مش هيتمن إنكم انتوا مش أسكة من العقليات اللي موجودة هنا إحنا لا نملك سلاح واللي نملكه بس حب الوطن ووطنيتنا وإخلاصنا لبلدنا وحبنا إن بلدنا تبقى أحسن بلد في الدنيا وبنقاوم الجهلاء والخونا والجهل اللي مسكين البلد اللي عايزين يهدموا البلد لإن إحنا اللي بندور على صلح البلد وعشان بندور على صلح البلد مش هنسيب ده مش هنسيب ده وهنكمل في النهاية بقول إن مش هنسيب القضايا دي البني آدم اللي بيقول اللي هو هابي عزة ده اللي بيقول بره مالكم باللجوة لا اللي جوة أخواتنا وناسنا وأهلنا وإحنا مسؤولين عن كل فرض مصري على فكرة كل فرض في مصري مظلوم إحنا 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 ندفع عنه قمع الفكر قمع حرية الرأي قمع حرية اتخاذ أي دين الحرية في الإلحاد كل دي حريات مفروض الإنسان يستمتع بها هنواصل وهنطالب بيها وهنظهر أي حالات قمع قدام العالم كله وبكل اللغات مش لغة واحدة طبعا أنا فيه أكيد فيه تعليقات كتير طيب فريد حنة بيقول لي منتظر إيه في بلد اللي بنيها كان في الأصل فسخاني فسخاني والله أنا كنت أسمع زمان في مسلسل جميل كان يقولك اللي بني أو كانت أغناء على الحجار يقولك اللي بني بني كان في الأصل حلواني كان جميلة جدا حلواني على نساس أنها بند جميلة تبني وسمعت اله اللي قال أن اللي بني مصر كان في الأصل حرامي الله أعلم بقى بس أنا عارف أن اللي بني مصر جاء أجذادي أنا أجدادي الفرعنة الكبار رمسيس الثاني ناس كبيرة والتقيلة دي الأستاذة ماريا آن بتقول مصر تترنح كالسكرانة للأسف خربوها صحيح هي خربت وفي ايه أكتر من اللي حصل دلوقتي للأسف ربنا يفوأ البلد ويوقف على رجليها يا رب وأنا يعني دايما بحب بيت الشارل بيقول مصر كنانت الله في أرضه من أرادها بسوء قسم الله زهره مصر كنانت الله في أرضه من أرادها بسوء قسم الله زهره ربنا يا قوي مصر ويوقفها ويقضي على الخوانة اللي عايزين يدمروها الأستاذ بشار ملاك بيقول لي ربنا قويك يا دكتور أشكرك يا أستاذ بشار الأستاذ ما عليش بتجري مني الحاجات الأستاذ إسحاء حنة بيقول لي ربنا يبارك لك يا دكتور المسيح مع الحق ضد الظلم والإضطهاد أمين أمين ربنا كبير وربنا قادر وربنا سامع وربنا يقوي المظلومين تعيش يا أستاذ صحا الأستاذ سليمان الجولي أستاذ سليمان الجولي بيقول لي صح تعيش يا أستاذ سليمان مرسيت جدا لكلامك أستاذ ماري أم بتقول لي المزيعين قالوا ما فيش رز عشان صحاتكم أصلي أنتم نور عينيه هو طبعا أنا عن نفسي بطلت أكل رز التي الحمد لله بتريت خسيت شوية بتريت تعمل مجهود رياضي واكتشفت إن رز بيتخن فمنعت الرز يعني بس صدقوني في ناس محتاجة ملعقة رزة عشان تتغدى بيها في مصر لأن ظروف زي الزفت الاقتصادية أحنا بنتاريق وبنتكلم براحتنا لكن في ناس غلابة محتاجة لما الرز بقى وصل سعره لـ 18 و 20 جنيه وكلام من ده والفول وصل لكام والناس هتروح فين والباشا بيزود مرتبات الأعضاء الوزارة والحرمية الكبار يعني وأعضاء البرلمان بيزود مرتباتهم والتعبان الموظف التعبان ما بيزيتش أي عدالة اجتماعية موجودة أي مسواة ده مش في الآخر حيعدي لصورة جيع في البلد أوعوا تفتكروا إن المظلوم لو جع قوي حيسقط جع ربنا يسطر علينا شكرا أستاذ ماري الأستاذ العزيز ديفيد رايت بيقول لي فضل شاكر مؤمن قاتل وتاب إنما أنتو مشركين ليك الحق ليك الحق طبعا هو يكون داعشي ويقتل ويتبح لكن في الآخر أخوهم صحيح؟ لكن إحنا ممكن نقتل ولا غيره وبنتكلم بس كخة وحشين وخونا لكن عندك حق بس هنقول لي بقى هنقول لي بقى ديفيد باشر هنقول لي شكرا لمدخلتك كاتبنا الكبير ديفيد رايت الأستاذ الماري قام بتقول لي دي مصيبة أكيد طبعا مصيبة أكيد مصيبة ما هو ده بيقول لك طبيعة الناس وعقليات الناس بتفكر إزاي الأستاذ أمير أبادير أهلا بيك أستاذ أمير شكرا لك ماهر ميمو أخوي حبيبي ألمانيا ماهر ميمو بيقول لي فضل شاكر أخطر من البغدادي فضل شاكر أخطر من البغدادي ممكن ماهر عارفين الحنية بتعمل معانا إيه؟ إن احنحة بتعمل إيه؟ ماهر ينحنح لنا ويعمل لنا كامل لحمة وبعد كده نلاقيه بيقاتل فينا ما نضمنش هيعمل إيه بكرة؟ ماهر كان عمل ألحان زمان وغنى وبعد كده تبح دي عالم بتاخد التقية وممكن يتكلم لك عن الإيمان وأنه رجع ومن جواه من جواه مجرم وقاتل والمتقية عندهم يعني الله ينور يعني شكرا أستاذ ماهر صح وربع أستاذ ماهر تاني بيقول صح وربع شكرا أخوي شكرا أستاذ إسحق حنى بيقول لي لا شفنا نجاحهم في أي شيء بل فشل فضيع والخبة التقيلة في كل مؤسسات الدولة وبس بتشطروا علينا إحنا الشعب المسالم وإحنا بعد ما وقفنا مع سيسي يتعنى في الظهر يحرق كنيسنا ويفجرها ويقفلها ويخطف الفتيات من بناتنا ويقتل شبابنا في الخدمة الجابرية أسأت لنا يا سيسي بدون سبب للأمن روحوا تشطروا على اللي بيديكم على أفاقكم أسيوبيا وحماس الإرهابية وتركيا وأخيرا تطلبوا الرئيس الإسرائيلي يتوسط لديكم مع أسيوبيا والله هو تعليق طويل يا سيسحاء بس أنت فكرتني بمثل بيقولك ربنا بيسلط أبدان على أبدان بيسلط أبدان على أبدان يعني الحكومة بتاعتنا بتزل الأقباط بيبعتلهم اللي يزلهم من بر إسرائيل بتزله وتركيا بتزله وأسيوبيا وجنوب أفريقيا دولوقتي بيزلوا مصر عن طريق الميا وحتوصل مرحلة أن مصر هتتركع عشان شربت الميا ومش هيبقى قرارها في إيديها مصر هتتركع علشان شربت الميا ومش هيبقى قرارها في إيديها والزعامة المنفوخة الكذابة دي هتروح وللأسف ده غضب ربنا عشان ما استخدمتوش العدل مع الناس وعشان استقويتو على الأقليات وعشان اتهبتو الأقليات وعشان اتبطلتو على الضعفة بيبعتلكو اللي ياخدكو على أفاكو للأسف أنا بقول ده وأنا محروق لأن بلدي دايما عايزها فوق وعايزها شامخة لكن للأسف انت دستوا على اللي تحتيكم دستوا على الضعيف جاي اللي هيدوس عليكم عشان انتوا هتكونوا كمان ضعفة من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم من لا يرحم لا يرحم ماري آن الأستاذة ماري آن بتقول أرى أنهم يشغلون الناس في عدة قضايا لكي لا يرى الشعب ما يفعلونه في ناحية أخرى كلامك مظبوط كلامك مظبوط قضية مراي وحتى على فكرة قضية شريف جابر اللي اتقبض عليه كل القضايا دي عشان تاخد عينك من حاجات بتحصل تانية وعشان ما تفوقش بص العصفورة نظام بص العصفورة ياخدك لهناك بدل أنت ما تكون بركزين ياخدك لهناك أنت خليك مركز مع مراي ومع شريف جابر وهو شغال حتى تانية يخليك يشغلك مع إخوان وغير إخوان يقولك الإخوان ممكن يرجعوا لو استيسي مشها لو استيسي مشها هيرجعلك الإخوان هيدبحوك ويشغلك بالإخوان مع أن الإخوان دي هو اللي خلقها فزعت الإخوان دي هو الأمن هو اللي خلقها ويخلقها لك عشان أنت تشغل نفسك بيها لو مش استيسي بقى الإخوان مع أني استيسي أنيل من الإخوان أنيل من الإخوان مع الأقباط وأنا قلتها أنا أول واحد قلتها بعد أول زيارة للإستيسي في الكاتدرائية في مقال عندكم موجودة على الإنترنت لما دحك وقالها بسيط للدحكة بتاعتنيتها مش طبعية مش طبعية كتبت يومها مقال قلت فيه المقال بعنوان ماذا وراء ابتسامتك سيادة الرئيس ماذا وراء ابتسامتك سيادة الرئيس ما حستهاش بسمة صافية ما حستهاش بسمة طبيعية حستي أني وراء حاجة وراء خدعة وقلت الكلام ده في المقال واللي توقعته كان اللي كتبته في المقال هاتوه على جوجل ماذا وراء ابتسامتك سيد الرئيس وجه روح ويعرو المقال اللي كتبت فيه كل ما كتبته في المقال كان إحساس لكن طرح احساس اكيد استاذة ماريان صح هما بيشغلونا ميراي لعبة شريف جابر برضو يشغلونا بيه شوية زي ما شغلونا بمحمد عبدالله نصر فترة وطلعوه بعد كده وزي ما شغلونا باسلام البحيري فترة وطلعوه بعد كده وعندهم برامج يعني ممكن ايه كل شوية طالك واحد ما فيه صرف طويل من الناس بحيث انت تفضل دائما مشغول دائما مشغول لكن انت تبص تصب على القداياك تشوف انت ايه اللي بيحصل في البلد تشوف الرز ليه مش هيتزرع تشوف ليه الماية مش هتيجي لا ما تدورش تشوف بدل ما تشتري رفال وبدل ما تشتري غواصات اعمل تحليط مياه وازرع بفلوس الرافال وفلوس الغواياء الغواصات دي اشتري محطات تحليط مياه وغزي مصر وعندك بحرين عندك بحر متوسط وعندك بحر احمر وعندك سروة اعمل تحليط مياه وازرع زي ما الدول المحترمة بتعمل لأ غلوش عليك اشتري فلوس بغواصات مش هيعمل بيها حاجة وانخدم مش هيخدم بيها نفسه بيخدم بيها دول الخليج وزي ما قال جمال حمدان في الكتاب بتاعه جمال حمدان اللي اتقتل بسبب كلامه قالك هزي هي سياسة العسكر انهم يستخدمون الحل العسكري مع الشعب ويستخدمون السياسة مع العدو يعني مع العدو يستخدموا السياسة ويستخدموا عسكينهم ومدرعتهم مع الشعب لما انت تعمل لك مظاهرة يطلع لك المدرعات زي ما حصل في مزبير وكده داس على الناس طب عملتها في حرب من 73 لغاية النهاردة عملتها مع عدو ما عملها هاش لكن عملتها مع الشعب وانتهاك الحرمات بتاعت الانسات المصريات في كشوف العزرية اللي تمت في التحرير ودوروا بقى على كشوف العزرية اللي تمت في التحرير مين اللي كان وراها تعرفوا مين اللي بينتهك عرض الشعب وبينتهك عرض الناس اللي عايشهم نبيل لديب بيقول لي عندك حق يا دكتور شكرا دكتور نبيل أشكرك الأستاذ إيميل أبادير بيقول الحرب القادمة حرب مياه صح بس ما احنا احنا مش قده اي حرب على فكرة سيبك من سطون الهابلة اللي شغالة دي لانك اي حرب هتتعمل عشان سد النهضة هتخلي كل أفريقيا ضدك احنا مش قده كل أفريقيا تتبقى ضدنا غير كده في دول كبيرة مش هتسكت يعني اللي أستاذ إسحاء حانا بيقول لي صحة أشكرك أستاذ إسحاء هذا ما نخشاه يا أستاذ علاء لا نتمنى أن مصر تحصل فيها مشاكل ما نتمناش أن مصر تعاني ما نتمناش أن الناس تجوع لكن للأسف اللي بيحصل دلوقتي بيدفع الناس لده للأسف الفيسبوك ما بقدرش أنا أقرأ عليه كل التعليقات هو السيستم بتاعه كده يعني فيه 59 كومنت عندي لكن للأسف أنا مش قادر أنزلها تحت فسمحوني يعني فيه لستس بشار بيقول لي معلش يا دكتور كمان تعليق مني وعايز أقوله على الهوى قدام الكل عن نفسي مرتاح عشان حضرتك بتقول كل اللي على بالي بالضبط أشكرك يا أسف بشار يا رب نكون قد أن احنا نعبر عن أراء الناس وفكرهم يعني دي تبقى حاجة كبيرة من عند ربنا الأسف خلف عبد السيد بيقول لي إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتعي من الأمر لأنه فوق العالي عالية يلاحظ والأعلى فوقهما في الجامعة أمين أمين يا أسف خلف عارفين إن ربنا موجود وعلى فكر لو إن احنا عارفين إن ربنا مش موجود ما نقولش الكلام اللي إحنا بيقوله لو مش مأمين إن ربنا موجود كنا نخاف ما نقولش الحقيقة لكن عندنا الإيمان قوي جدا 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 إن ربنا موجود وربنا عايزنا نقول الحق ولما بنقول الحق بننم مرتحين ولو ما قلناش الحق أنا 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 باستغرب على ناس بتجذب وبتنافق وبتعرف تنام أنا باستغرب يعني أنا معرفش نام غير لما أقول الحقيقة لو في حقيقة عندي ومش قادر أقولها معرفش نام لكن في ناس بتعرف تجذب وتختل وتنافق وبعد كده بينامه يرحمنا ربنا الأستاذ لؤي محمد يحيى صديقنا العزيز اللي بنورنا دائما بتعليقاته بيقول لي تحياتي يا دكتور وجيه على الكلام الرائع هل تظن أن ما يحدث الآن من تحريض على الأقباط هو مثل التحريض ضد اليهود عندما تردوا من مصر وكان زالت بمثابة إلهاء عن المشاكل التي عانت منها مصر بعد ثورة 52 هو طبعا أنت وجهة نظرك ليك حق أنك تفكر فيها بس أنا حاولك حاجة لا مش صح أولا الحكومة المصرية تخاف أن المسيحيين يسيبوا مصر والدليل على كده وروح شوف كم التأشيرات اللي بتتاخد بالرفض من كل السفرات في مصر حتى لو كان الواحد طالع سياحة بيأخد رفض الحكومة مش عايزاك تطلع ومش عايزاك تسيب هنا لأنك إنت أسير هي بتستخدمك أسير وعلى فاكرة هي بتبطهدك عشان تباني أن في إرهاب تاخد على أساس الإرهاب ده في نص من بر تقولهم عايزا أخد حرب الإرهاب اللي بيأتل في الأقباط وتاخد فلوس من بر بس العالم ما بقاش عبيد بر على فكرة يعني بعت لهم واحد تقيل يعني ترامب ده فاهم يعني زاكي وصايع يعني مش هي حد يعرف هي تحكي عليه كل موظفين السفرات مسلمين كل موظفين السفرات مسلمين ولا يمكن فين لما بتتاخد تأشيرة الواحد يعني أنا ليه صديق دكتور كدير وكبير في السن يعني عدل خمسة وستين سنة ابنه في كندا ما هاجر في كندا وعاش في كندا وشغال في كندا حاب يطلع يزور ابنه في كندا الراجل في السفرات قال له مسلم قال لا انت لو رحت مش هترجع تاني اداله رفض يا عم ده أنا عندي صيدلية وعندي بيوت وعندي أراضي قال له لا انت لو طلعت مش هترجع لا هم بيستخدموك هم بيحلبوك الأخباط من أيام عمر بن العاص سبك من الأوانطة اللي بتتقال من أيام الغزب سبك من الأوانطة اللي بتقالك فتحه بالرضى لا ده كان غزب غزب رسمي ملكي ميري كانوا بيحلموا الأخباط بيحلبوهم وكان بيقولوا كده عمر بن عاص باسمي كده لا الأخباط دول حلبتنا نحلبهم كل ما نكون محتاجين ناخد منهم وكل ما زادت احتياجاتنا كل ما زادت مطالبنا منهم هم دول الأخباط هم ما ما يقدرش طب ما قبل كده الأمبراطور هيدا سلاسي عرض على جمال عبد الناصر ان ياخد أخباط مصر وكلهم عنده في أسيوبيا كان حيوافق جمال عبد الناصر عبد الحكيم عامر قال له مع خروج آخر مسيحي من مصر مصر هتتضرب دول الحماية بتاعتنا هنا احنا محميين بوجودهم هنا فاحنا حمايتهم هنا واحنا عثر عليهم هنا ارحمنا ربنا بقى اعتقد ممكن تكون وجهة نظري وصلت ليك يا استاذ لؤين احنا بيستفودوا من وجودنا في مصر وعلى فكرة أخباط المهجر أشرف ناس لما تكون في انتخابات أول ما تيجي الانتخابات تلاقي البابا طلعه والماما طلعت وبعته الأسقفة للشرفاء أخباط المهجر عشان ينتخبوا السيسي أول ما أخباط المهجر يعترضوا علاقات لجندي في كاتبته أو خطف بنت المساعية يبقى الأخباط الخوانة ماشي يا ولاد الأصول ماشي يا ولاد الأصول أنا ما بحبش دايما أن تكون الحلقات بتاعتي مملة فأنا أشكركم لأن أخدت منكم وقت كتير في الحلقة دي وشكرا لكم دخلت عليكم فجأة شغلنا معاكم شغل تاني شغل في العام لمصلحة مصر وحبا في مصر وتحيا مصر تلت مرات مع السلامة دكتور وجيه رقوف